من المربي إلى المستهلك شعر اتخذه الحاج محمد الكمل ششاري مربي الماشية بعين البيضة وذلك لتحقيق الهدف المنشود وهو توفير لحم الخروف بأسعار مستقرة خلال شهر رمضان الكريم فمن مزرعته إلى دكان الجزاري حيث تعتبر طربية المواشي وسيلة لوفرة اللحوم التي يقطر عليها الطلب في شهر السيام ورغم ارتفاع تكلفة الانتاج الحيواني فإن هذا المربي ومندحول لشهر رمضان المعظم يقوم بتسويق لحم الخيرفان مباشرة للقصابين دون وسيط باش يجي الخروف كما هذا لازم الوقفة ولازم المصروف مصروف كبير طرما يطيح لنا قل إن شاء الله بأقل من السيومة هذه يكون بمئة تلف ويخلصنا هيك يسمى دعمنا الشعب هذا وآجر ومنفعه هذه الخطوة ساهمت في انخفاض أسعار اللحوم الحمراء حيث يقدر سعر الكيلوغرام الواحد للحم الخروف بهذا المتجر في مدينة عين البيضة بألف ومئة دينار مقارنة ببعض أسواق اللحوم سمحنا عنا مزرعات تعنا ربيوا فيها الغلم تعنا الخروف تعنا ويفوت على مراحل التربية يأكل الشعير يأكل الحجل النطير ويفوت على المذبح سمحنا الباياطيرا ويجي المحل هنا كما ركوا تشوفوا حنا في الأسبوع الثاني تع رمضان والأسعار رأي مستقرة مية وعشر ألاف وبإذن الله نحاول أننا نهبطوها المية ألف بإذن الله إن شاء الله تعالى فمن المرب إلى المستهلك وسيلة لوضع حد للمضاربة خلال الشهر المبارك كما أنها تشدد الخناق على سماصرة سوق اللحوم الحمراء لاحتواء التهاب الأسعاري مقارنة برمضان العام الفارت ترجمة نانسي قنقر